انا اسمي غادير سامن خلاط انا عمري تقريبا 14 واكتر شي يحب اني نشتغل على الخشب واشتغل على المنشار والمبرد المخرط كل هور اشتغلي عليهم يساعدني انه يدعمني لقدامي يدعمني كتير يعني تعاندي افكار ما بخشل اني طبقه فورا فيني طبقه يدعمني كتير للمستقبل اسمي سابين اعي درست هندس الكهرباء وميكانيك كيف عملت مستهل بالميكانيك اساسة كيدز جينيس اللي هو مشغل لتلميذ من عمر سبعة لسبعتاشر سنة بيتعرفوا فيها التكنولوجيا كوسيلة لينفذوا افكارهم مش تا يستهلكوا باسويا فرحنا بيتعرفوا على التصنيع منو على المنشار على المخرطة على المأدح يقرروا اي نوع مكان عايزين تينفذوا الديزاين اللي براسون ويتعرفوا على الالكترونيكس وكيف بيقدروا يشاعدون ليكملوا الموديل تابعون هايدا هولوغرام فيه بروجيكتر من تحت رح نحط البروجيكتر من تحت بس تطلع الدو رح تطلع من هون الهولوغرام موسيقى في كتير اهالي صاروا يقولوا انه انا ما بدي ابني يطلع تيكنيشن ما بدي اياه يطلع مهنة انا بدي اياه مهندس بدي اياه حكيم وما كانوا عم يفهموا بفكرة انه المهندس والحكيم اذا كان شخص نظري بس رح يضلون اعمالون على الوراق اذا ما طبق بايده وشاف شو المشاكل مش رح يقدر يكون ليدر اللتيم ويعطيه الارشدات اذا كان عنده مشاكل فيها موسيقى هالمناطق اللي فيها شوي نزاع اجتماعي الولاد ما عندهم فرصة لحتى يلعبوا حتى كيف تا اذا لعبوا بطريقة منتجة انا بفتكر هيدا بيخلق لهم فرص كمان لهم يحسوا حالهم انه هن قادرين يشاركوا بالمجتمع وقدموا له شيء انا هدفي انه ناسس لمجتمع موسيقى من الشباب بيفكروا انه هنه يشتغلوا حتى يخلقوا فرص عمل جديدة مش يفكر واحده زبط حلوه يتوزه موسيقى اصعب انك تشتغلي مع شخص تربع على نمط تفكيري معين من انه تبلش معهم من صغير تكوني خلص اذا هالأمحة موجودة اذا كبيت الأمحة بقرض خصبة خلص كبرت يعني مش هنهيكي أرارت ركز هذا الصغير اشتركوا في القناة